وصمة التسويات والصفقات لن تبارح رئيس تكتل التغيير والإصلاح ولا كوادره فلا يكاد ينتهي من فضيحة حتى تفح رائحة صفقة أخرى هذا السلوك ينتج عنه خسائر سياسية فادحة وتدعيات سلبية لا تنتهي مع مرور الزمن نتيجة اللي صار مع العمدعون فيه نقول أنا كمريب أنه خسر سياسياً ومعنوياً معنوياً خسر باعتبار أنه كان متبنى الوزير النحاس على قاعد أنه مواقفه تتلائم مع التيار وإصلاحية وتغييرية وما هو متمسك به من مواقف يعني تتكامل مع خيار التيار وكان عمدعون قال عدة مرات أنه استقالة النحاس يعني استقالة حكومة كان ربط استقالة بعدة محطات كبيرة إذ ببين أنه لا هالاستقالة فيه مساوم عليها وقد ضفع نحو الاستقالة هيدا بالنقطة البداية بالنقطة المعنوية أنه خسر كمان هو بالنحية المعنوية كمان صقر خسر باعتبار أنه هو زعيم مسيحي مسلقي عم بقود معركات الحضور المسيحي قدم رئيس الحكومة السنة إذ ببين أنه هو الزعيم المسلقي كان انكسر في هذه المعادلة وضحى بوزير نتيجة تسوية عون الذي نفذ توجيهات حليفه الاستراتيجية فيما يخص استمرار عمل الحكومة أقصى وزيرا واختار آخر يلقى رضا حزب الله أيضا أنا باعتبر بهذا التعيين تقلصت حصة العمال عون من عشرة إلى تسعة وزادت حصة حزب الله وزير النقطة الثانية أنه في رفع من مستوى المواجهة بما خاص موضوع المحكمة الوزير الجريساتي هو رأس حربي في ملف مواجهة المحكمة واعتبارها أنه قائمة على قصص باطلة من هنا حزب الله يقول أنه أنا بصميم الحكومة جوا عندي وزير مسيحي يشكل مرجع قانوني هو مدافع عن هذه هو يرفض المحكمة ويعتبرها باطلة يعني هيدا بتكسب قوة أكثر من أن يكون وزيرا من حزب الله أو من الطائفة الشيعية لا فيها حزب الله أراد من تأمين حماية معنوية بغطى قانوني لذلك فرض الوزير الجريساتي على العمال عون لإدخاله إلى الحكومة ما من حجة يمكن أن تبرر فداحة إقصاء عون لوزير آمن بسياسته عند أول امتحان وفاء فهل مع مرور الزمن ستطول لائحة فضائحه أم ستقف عند هذا الحد؟